بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم في درس جديد من دروس التربية البدنية والدفاع عن نفس التربية الفكرية درسنا لهذا اليوم هو تغيير اتجاه من وضع الارتكاز معكم أستاذ بدر ناصر الفهيد قبل ما ندخل في درسنا يا أبطال نبغى نستعرض مع بعض أهم الطلبات النشاط البدني بشكل صحيح أهم هذه المطلبات الراحة الكافية الراحة الكافية هي أبطال مهمة جدا بعد أداء النشاط البدني لابد للجسم أن يأخذ راحة كافية لكي يستعيد طاقته وحيويته وتكمل الراحة الكافية في النوم ما بين 6 ساعات إلى 8 ساعات ليلا بعد ذلك التغذية السليمة الغذاء الصحي والسليم مهم جدا لكي يمد الجسم بالطاقة بعد ذلك الزي الرياضي المناسب والحذاء المناسب عند أداء النشاط البدني لا بد من لبس الزي الرياضي المناسب لهذا النشاط لكي يساعدني على أداء النشاط البدني بشكل صحيح ويختلف الزي الرياضي باختلاف نوع الرياضة وكذلك باختلاف المكان ليمارس فيه النشاط البدني عند ممارسة النشاط البدني في الأماكن الجافة يختلف عنه عند ممارسته في الأماكن الباردة والحارة كذلك زي الرياضي لكرة القدم يختلف عن زي الرياضي لكرة الطائرة وألعاب الجنباز بعد ذلك يا أبطال المكان المناسب والآمن المكان المناسب والآمن لابد عند أداء النشاط البدني أن يكون المكان مناسب لهذا النشاط البدني بحيث توفر فيه جميع الوسائل لأداء النشاط البدني بشكل صحيح وكذلك يكون آمن لحماية الجسم بعد الله سبحانه وتعالى من الإصابات هل ممكن ممارسة النشاط البدني لكرة القدم في الفصل الدراسي أو في غرفة الطعام أحسنتم لا يمكن غير آمن هل ممكن عمل سباق الدرجات أثناء مرور سيارات في الطرقات أحسنتم غير آمن بعد ذلك يا أبطال الإحماء المناسب ما هو الإحماء؟ أحسنتم هو تهيئة الجسم لأداء النشاط البدني تهيئة الجسم لأداء النشاط البدني عن طريق عمل بعض التمرينات السهلة البسيطة هناك إحماء عام وإحماء خاص الإحماء العام مناسب لجميع الأنشطة البدنية والإحماء الخاص يكون مخصص للياضة معينة أخيرا شرب الماء قبل وأثناء وبعد النشاط البدني لماذا شرب الماء مهم؟ أحسنتم تهيئة السواهل المفقودة بعد ذلك النشاط البدني يقوم الجسم بعملية التعرق بإخراج الماء من الجسم لتبريد الجسم شرب الماء مهم لحماية الجسم من الجفاف طيب يا أبطال الآن أنا في المكان المناسب وأزيئة الرياضي المناسب مع بعض نسوي الإحماء المناسب جاهزين التمرين الأول اللي هو المشي في المكان التمرين استعد أبتدي 1-2-3-4 مشي 2-3-4 حسنت 2-3-4 متاز 2-3-4 متاز 2-3-4 حسنت 2-3-4 مشي 2-3-4 حسنت 2-3-4 مشي 2-3-4 حسنت 2-3-4 حسنت 2-3-4 مشي 2-3-4 آخر مرة جماعة قف ناخذ نفس مع بعض التمرين الثاني ثراين في الوسط ثاني الجدال اليمين في أربع عدات والشمال في أربع عدات التمرين يستعد يمين 2-3-4 شمال 2-3-4 حسنت 2-3-4 اضغط 2-3-4 ممتاز 2-3-4 حسنت 2-3-4 ممتاز 2-3-4 حسنت 2-3-4 ممتاز 2-3-4 اضغط 2-3-4 آخر مرة جماعة قف ناخذ نفس مع خفض التمرين الثالث ناخذ نجال بالرفع دور الزراع من الخلف إلى الأمام يستعد يبتدي 1-2-3-4 حسنت 2-3-4 حسنت 2-3-4 ممتاز 2-3-4 آخر مرة جماعة قف رأينا أصف التمرين الرابع مماثل التمرين الثالث ولكن باقتلاف اتجاه الدوران الزراع نجال بالرفع الدوران من الأمام إلى الخلف يستعد يبتدي 1-2-3-4 حسنت 2-3-4 دوران 2-3-4 حسنت 2-3-4 ممتاز 2-3-4 حسنت 2-3-4 آخر مرة جماعة قف أذرع اسوأ الخفض نأخذ نفس مع بعض طيب أبطال الآن خلصنا من الإحماء والجسم صار جاهز لإداء النشاط البدني نستعرض مع بعض شوف ترتين هذا اليوم هو تغيير الاتجاه مع وضع الارتكاس ما هو معنى الارتكاس هو احتفاظ اللاعب بقدم ملامسة للأرض ثابتة ويحرك القدم الأخرى في أي اتجاه يريد دون أن تتحرك القدم الثابتة بمكانها وحركة الارتكاس تشبه إلى حد كبير حركة الفرجار لتحقيق الارتكاس جيد يجب أن تكون القدمان متباعدتان وما تستقل جسم منخفض عن طريق ثاني ركبتين مع أن هنا الجسم قليلا الآن الارتكاس هو قدم تكون ثابتة على الأرض الآن أنا مرتكز على قدماتين قدم تكون مرتكز على الأرض والأخرى متباعدة ومرتفعة مثلا ذلك الآن أنا مرتكز على هذا القدم حيث حفظ التوازن ذلك الارتكاس جانبي درسنا اليوم هو تغيير اتجاه مع الارتكاس نشوف الصورة الآن كيف البطل هذا مرتكز على قدم والأخرى مرتفعة لعمل الميزان النوع الارتكاس ارتكاس خلفي وارتكاس أمامي معنى ارتكاس خلفي ارتكاس خلفي يعني يكون ارتكاس على القدم الخلفية الآن أنا مرتكز على القدم الخلفية ارتكاس الأمامي مرتكز على القدم الأمامية ويكون غالبا اثناء عملية الجري بعد القفص الآن مرتكز على الخلفية مرتكز على الأمامية شوف زي ما واضح الآن في الصورة الارتكاس الخلفي الارتكاس يكون القدم الخلفية هي التي ثابتة الارتكاس الأمامي القدم الأمامية هي التي ثابتة الارتكاس الخلفي هو الأكثر شيوعاً أثناء اللعبة يكون عندما يواجه المهاجم مدافعاً واجه لوجه خصوصاً بعد انتهاء من الطبطبة يتمسك كرة قريباً من الجسم وتمرجح خطوة الارتكاس إلى الجهة الخالية أو الخلف على المدافع بذلك يحجز المدافع ويبتعد عنه الارتكاس الخلفي يكون غالباً في عنده في كرة السلة في كرة القدم أما الارتكاس الأمامي يكون مدافع في الجانب ويرتكز الجسم على القدم البعيدة عن مدافع ويلف بقدم الارتكاس بعيداً عن مدافع ويدور بظهره يكون مواجهة المهاجم الآن الارتكاس الأمامي كيف أغيرت تجاهي أنا مرتكز الارتكاس أمامي؟ أنا أغيرت تجاه الأمام خلف جنب جهة الأخرى الآن أنا قاعد أغيرت تجاهي وباتكاز على القدم الأمامية تأكد من تتاني القدم متبعدتان الرقبتان ماثنيتان بقدر الجلوس على الكرسي والجدر المنحني وما يستقل الجسم منخفض يجب أن يبقى الرأس عالي للنظر إلى الأمام يجعل ثقلك على مشتك قدم الارتكاز الثقل يكون على مشت قدم الارتكاز ارفع كعب قدم الارتكاز تصبح حركة أسهل رفع الآن حركة تكون أسهل طيب لما نشوف مع بعض هذا الفيديو مشرحنا الارتكاز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بك عزيزي الطالب سنتعلم في هذا الفيديو بمشهة الله تعالى الاتزان المخفض على الركبة والساق والقدم فما المقصود بذلك من وضع الجثوء الأفقي ترفع أحد القدمين من الأرض ومد الرجل الخلفية لتصبح مستقيمة في مستوى أعلى قليلا من مستوى الجسم ويراعة في وضع الاتزان ما يلي أولا وضع الكفين على أرض باتساع الصدر والكتفين عموديتين على الكفين وتشير الأصابع للكفين إلى الأمام والذراعان ممددتان بشكل كامل والنظر إلى الأمام ولأعلى مع ثاني الرقبة للخلف قليلا ووجه قدم الارتكاز ملامسا لسطح الأرض وأصابع القدمين متجهتين للخلف والساق مع الركبة ملامستين لسطح الأرض والرجل الحرة على كامل امتدادها واستقامتها مرفوع عاليا ومتجهة للخلف والظهر في وضع تقوس بسيط الآن يا أبطال رح أطبق نموذج عملي لمهارة الارتكاز على الركبة والساق والقدم نلاحظ يا أبطال اليدين على الأرض باتساع الصدر النظر إلى الأمام قدم ارتكاز الركبة على الأرض الساق على أرض مشت القدم على الأرض القدم الحرة بالشكل هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة طبقنا نموذج عملي رح نشوف نموذج إن شاء الله آخر مع الأبطال فضل يا فهد فضل المشهد وراح نعدل على الجزئيات نلاحظ يا أبطال الذراعان عمودتنا على كتفين الخلف قليلا أو عفونا الرأس الخلف قليلا الأصابع متجه للأمام قدم ارتكاز الركبة على الأرض والساق ومشط القدم القدم الحرة أو الرجل الحرة بكامل استقامتها اتجاهها المشط إلى الخلف أحسنت أمتقل للبطل الآخر فهد مشه الله تباك الرحمن لاحظ القدم الحرة بكامل استقامتها أو الرجل الحرة بكامل استقامتها اتجاهها المشط إلى الخلف قدم الارتكاز أو رجل الارتكاز الركب على الأرض الساق ملامس السطحات مباشرة والمشط إلى الخلف الرأس للخلف قليلا والنظر إلى الأمام أحسنتم يا بطار معدوضة طبيعي وبذلك نطبقنا نوذج عملي يحاكي مهارة الارتكاز على الركبة والساق والقدم ودمتم بصحة ونشاط شفنا الآن في الفيديو السابق الارتكاز الليدين وحد القدمين إلى هنا وصلنا نهاية الترسل هذا اليوم أشكركم حسنة معكم كام معكم الأستاذ فدر ناصر الفيد